السلام عليكم إذا سألت حد ما هو أصل هذه الأرقام غالباً يقولوا أوروبا والبعض يمشي بعيد ويعتبر أن المغرب يستعملها بسبب تأثره بالاستعمار الغربي ولكن الحقيقة نشوفها بعد قليل وكما هو معروف يستغنى الغرب على الأرقام الرومانية لاستخدامها لآلف سنين هنا في نطرح سؤال لماذا وهل هي فعلاً أرقام مغربية أو عربية مش كون مختارعها هنعرف السبب بعد الفاصل بعد انهية الإمبراطورية الرومانية لم يتبقى منها سوى الأرقام الرومانية وليس كل أوروبا استعملتها وقتها أوروبا الشرقية استعملت الأرقام السريالية الخاصة بالإمبراطورية البلغارية وظلوا هكذا حتى القرن الثامن عشر بعدما جاء إصلاحات القيصر الروسي بطريس الكبير والأرقام الرومانية كانت تشكل صعوبة للأوروبيين في العمليات الرياضية على سبيل المثال كزيف زائد كزيفي سوي له وظل هكذا الحال فلم يجد الأوروبيون سببا للتغير والآن أجي نشوف قصة الأرقام العربية والمغربية خلال القرن السابع الميلادي تبنى العرب في المشرق رموزا هندية انتقلت عبر التجارة وساعدت على تطوير الرياضيات والجبر عن طريق العالم الخوارزمي ولكن هذا الرموز ظلت حبيثة في المشرق ليومنا أجي نشوف قصة الأرقام المغربية بما أن الحلقة تدور حولها نتكلم عليه بالتفصيل خلال القرن التاسع الميلادي عالم الرياضيات المغربي مشهور بابن ليسامين الفاسي درس بإشبيليا خلال عهد الدولة الموحدية جاءته فكرة اختراع أرقام مع إعطاء كل رقم فرمز بعدد الزوايا لكرمز لها الرقم وهذه الأرقام قدرت تلبي حاجة للزوايا المغربية في ترقيم النصوص الدينية من الأحاديث والكتب وبما أن الزوايا منتشرة بكثرة في المغرب عرفت هذه الأرقام الاستعمال من قبل المغاربة خاصة التجار قاوة استعملوها منذ ذلك الوقت ليومنا ولم يسبق لهم استعمالوا الأرقام المشرقية في أي فترة من الزمن عكس الممالك التي دخلت تحت حكم العثمانيين بدأت تستعملوا الترقيم المشرقي إلى حين سقوطها في الاستعمار الأوروبي والتحول إلى الأرقام المغربية أو بالأحرى سميتها الأرقام الغبارية شنك تعنيها التسمية؟ العالم بنو اليسامين قرر يسميهم هكذا نسبة للحساب بالغبار لهو عكس الحساب الدهني يعني كانوا يمسكوا لوح أسود وينصروا عليه الغبار ومن بعد كيرسموا عليه الرموز عن طريق المسح والآن أجل نشوفوا كيفاش انتقلت لأوروبا وحذباب الكنيسة الكاتوليكية خلال القرن العاشر قربت دورياك لقبل ما يتولى الكنيسة جاء طالبا للعلم من شمال أندلس إلى مدينة فاس بجامعة القارويين رفقات مجموعة من الطلب الأوروبيين وشاءت الأقدار أن يرتقي بعلمه لحين انتخابه رئيسا للكنيسة تحت اسم السلفستر الثاني وعلاقة الوثيقة التي اتنمت في مدينة فاس والعلم الذي اكتسب من بينهم الأرقام المغربية انشرها في أوروبا وسط رجال الدين في الأديرة والكنائس وكان يشجع الناس على استعمالهم ولكن مبادرته لم تلقى أي اهتمام لأصلا وقتها الحساب الأوروبي كان مازال متأخر في أوروبا ولن يحصل إلا بعد قرنين عن طريق رجل إيطالي سيطور طرق الحساب والهندسة اسمه ليوناردو بيزانو نسبة لمدينة ميلاده بيزا قبل ما يتغير لليوناردو فيبوناتشي ويصبح مشهور به أكثر فيبوناتشي ألف كتاب لبسط فيه ما تعلمه من فنون العد والأرقام والحساب والهندسة على يد أساتذته في جوامع ومدارس الناصرية بمصر وهكذا في مؤلفاته أتلقاه يستعمل الترقيم العربي وريس المغربي وجاذل فيه حول أن الأرقام العربية تعتبر أحسن وأفضل من الرومانية وكانت حجاجه مقنعة ولكن أوروبا لم تستعمل الأرقام العربية لشجع لها فيبوناتشي حيث أصلا انتشرت الأرقام الغبارية المغربية وسط التجار وشرعوا في استعمال النظام الجديد ولكن فقط مؤقتا حيث بعد وقت قصير سيتم حضرها ومن الأسباب أن أعطك ثلاث أسباب رئيسية أولا وقتها كان يسهل الإحتيال والتزوير عن طريق هذه الأرقام على سبيل المثال إذا كتب عقد أو وصل وجب فيه دفع 300 فلورين فرح من السهل تحويله الثلاثة إلى ثمانية أو الصفر إلى ستة أو تسعة ولا شك أنها تذكرك بتزوير نتيجة المدرسة لمهم عكس الأرقام الرومانية التجار يتفادوا محاولات الإحتيال كان يعلمون الرقم الأخير حتى لا تتم إضافة أي شيء بعده أتقول لي ممكن يضيفه شيء قبله ولكن خليني نهدم دكائك ونقول لك أن الأرقام الرومانية إذا أضفت I على اليسار فإن الرقم يتناقص والسبب الثاني وممكن تكون توقعته وهو الأكثر تأثيراً ولكن ممكن يلقاه حل لهذه المعذلة ولكن السبب الثاني هو الأكثر تأثير وتقدر تكون توقعته هو أن الترقيم الجديد مستورد من العالم الإسلامي شيء لما كانت مرتاحة له الكنيسة أو المسيحيين وتوقف استعمال الأرقام الغبارية لقارنين آخرين من الزمن إلى حين عصر النهضة بدأت أوروبا تعرف انتشاراً واسعاً للأرقام المغربية خاصة في الجامعات رغم هذا الشيء ظلت حبيثة العلوم أما في الحياة العملية التاجر والمصرفي لما التحقوش بالجامعة وظلوا يتعلمون بالأرقام الرومانية لقرون وثالثاً هو أن الأرقام الرومانية أصبحت شيئاً من التراث والمقدسات الأوروبية حيث استعملت لآلاف السنين فلماذا تخلي عنها؟ وهما ما شافوش منها أي سوء عذا أن الرقم 1638 مثلاً بالرومانية لازم تشغليه السطر لوحده شيء اللي كان مضيع للحبر والورق التامين وقتها لمهم عصر النهضة كان سبب في انتشار الأرقام المغربية خاصة في إيطاليا حيث أن العائلات الحاكمة الجديدة كانت من الطلاب المتخرجين من جامعات النهضة مثل العائلة المصرفية التارية ميديتشي وأهم ما تشجعهم عليها هو الكفاءة وسهولة الاستعمال في العلوم الرياضية على سبيل المثال 13 ضرب 13 فقط طفل صغير سيوجد الحل في أقل من دقيقة ولكن إذا فرضنا عليه الطريقة الرومانية فراحتانتا ما تقدرش تنجزها ونعود نفس العملية لتكون الأمور واضحة أو معاقضة أكثر تضع الجدول الجهة على اليمين كتحط الرقم الأول والجهة اليسرى الرقم الثاني في الجهة على اليمين تضاعف الرقم والجهة اليسرى تضع نصف أو منصف الرقم وتبقى على نفس العملية حتى يصبح نصف ذلك الرقم يساوي واحد بعدها تشطب الرقم الثاني على اليمين وتجمع بقية الأرقام وهذا قد وجدت الحل والآن كت Herausforder واحد من الأسباب وراء تأخر العلوم في أوروبا وفي الآخر تعتبر الأرقام الغبارية هي الأكثر استخداما في عالمنا المعاصر باستثناء منطقة الشرق الأوسط والجزيرة العربية التي تستعمل الأرقام الهندية منذ تعرفهم عليها إلى يومنا هذا بل وأصبحت جزءا من هويتهم العربية ولم يستخدمون قط في تاريخهم الأرقام الغبارية وقد سميت بشكل اعتباطي عربية رغم أن من شاءها ليس بالشرق الأوسط ولكن خلال القرون الوسطى كان بالنسبة لأوروبا كل المسلمين عرب ومشات اسميتها الأرقام العربية وكانت المحاولات والجهود لاستبدال الأرقام العربية الهندية بالغبارية إلا أن الجدار القومي العربية يمنع ذلك كيفما قلت لك في بداية الحلقة العديد من الناس عرب أو مغاربة وكذلك أوروبيون يعتقدون أن هذه الأرقام أصلها أوروبي وأنها جاءت عن طريق الاستعمار ولكن في الحقيقة ما عليك غير تشوف العمولات المغربية والمعاهدات استعملت الأرقام الغبارية لقرون ما هذا من سقط في حكم العثمانيين فقد تم فرض الترقيم العربي في العمولات إلى حين تخلي عنها بعد مجيء الاستعمار الفرنسي وأما بالنسبة للأرقام الرومانية فلم تنقرض بعد وما زالت تستعمل سواء في حياتنا اليومية أو بشكل رسمي ولكن استعمالها منحصر فقط في الترتيب كالكتب أو القرون أو ألقاب الملوك وبالطبع لا ننسى اعتدنا في الدروس لما نرقم العناوين الكل يعرف أولا كبيرا بالأحمر وآخر سؤال سأطرحه عليك أين هو الرقم الأربعة وأين الرقم الستة مع العلم أن فيه هو خمسة إذا كنت يمتبعهم جيدا في الحلقة أتعرف الإجابة